بعد ستة أعوام تأتي الزيارة الأكثر أهمية للمعادلة السياسية العراقية التي تجمع مكوناته من حكومتي بغداد وأربيل يجلس رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني القيادي السياسي على طاولة جمعته بقيادات بغداد وكردستان في المنطقة الخضراء تلك الزيارة حفرت بصمة واضحة في الأذهان لما كشفت عنه ورقة عراقية عنوانها الاتفاق والالتقاء بعد جولات خضها رئيس الوزراء محمد شاع السوداني على رأس حكومته مع حكومة الإقليم حديث بارزاني جاء مؤكدا القراءة السياسية في الشارع العراقي والذي عزز به جهود السوداني في صناعة معالم المشهر السياسي والذي شاركت به مختلف القوى من الجانبين وهنا يؤكد المراقب للحالة العراقية السياسية بعد أن أتمت مراحل مفصلية حيث تأتي الزيارة في توقيت مهم لما لها من دلالات واضحة على تصميم الأطراف السياسية بحل حالة مشكلات عالقة ليس على صعيد بغداد وأربيل إنما فيما يتعلق بتمتين الصفوف السياسية وتوحيد مواقفها في إطار الحرص على النهوض بالعراق بكل المجالات وبعمق أكثر تتضح الصورة التي جمعت بها الزيارة زعماء العراق بما يعكس أن المفاوضات التي سبقتها بين حكومتي بغداد وأربيل جاءت لتصب بهدف إنهاء خلافات كانت تتركز حول ملفات الانتخابات ورواتب موظفي الإقليم وقضايا النفط والغاز وفي أكثر من أي وقت مضى فإن رسائل مهمة للقوى الإطارية وكذلك السنية والكردية على أن تبدأ خطوة جديدة لعراق متحد بكل قواه وفي رؤيته المستقبلية بعد إنجازات أمنية واستثمارية لا يمكن تطويرها إلا بإنجاح التوافق والاتفاق بين جميع العراقيين ترجمة نانسي قنقر